موحبا للأهم احنا عندنا موقع أهم كتير جدا من المباراة اللي بتتلاقي في الدور الفترة الحالية وهي مباراة مازينبي الكنغولي في نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا نهاردة كان المران الأخير لفريق النادي الأهلي قدامكم على الشاشة يمكن ده جارب من المران كواليس حصرية على شاشة قناة الأهلي وحرص مرس الكولر إن التدريب النهاردة يكون في أكاديمية النادي الأهلي في مدينة نصر هناك زمانتوا شايفين كل الملاعب ملاعب نجيل صناعي بس طبعا على أعلى مستوى أفضل كتير حتى من ملعب مازينبي اللي هتقام عليه المباراة بإذن الله يوم السبت الساعة 3 العصر بالح كان فيه راحة سلبية والنهاردة التدريب كان حوالي الساعة 11 صباحا وزي ما انتوا شايفين طبعا مرس الكولر بيجتمع مع اللاعبين وبيتكلم معهم على مباراة تمازينبي وأهمية المباراة وعلى يعني في بداية المران زي ما انتوا شايفيني ممكن اللقطات دي حصرية وبتعرض لأول مرة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكورة في الحضور إلى مقر النادي الأهلي في مدينة نصر والاجتماع مع اللاعبين والحديث معهم عن المرحلة المقبلة خاصة بعد مباراة الزمالك الماضي كابتن محمود الخطيب زي ما انتوا شايفين على الشاشة وهذا الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني وجه الدعم والمسندة للجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازينبي في زهاب نصف نهاء دورة أبطال إفريقيا وحرصه على مصفحة كل لاعب متواجد فيه التدريب قبل الصفر النهاردة إلى الكنغو الدموقراطية كابتن محمود الخطيب وجه كلمة لللاعبين تحدث فيها بوضوح عن كافة الأمور وعن كل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة القادمة سواء محليا أو قريا كابتن محمود الخطيب كان حريص في هذا الحوار وفي هذا الاجتماع أن يقول للاعبة النادي الأهلي مباراة الدوري مباراة وانتهت فيها بعض السلبيات أكيد هنستفيد منها ولكن عندك مباراة أهم بكثير وهي مباراة مازينبي فرصة ليك أنك تصحح كل الأوضاع وفرصة ليك أنك تثبت لجمهور النادي الأهلي أنك بالفعل جدير أنك تدافع عن شعار وتي شيرت النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي أكيد بتتمنى منكم الأفضل وجماهير النادي الأهلي أكيد وثقة فيكم ثقة كبيرة جدا البطولات اللي حققتوها في الفترات السابقة أكيد ما كانتش من فراغ ولكن مهم جدا أنك تستفيد مما حدث في لقاء الزمالك عشان تحقق نتيجة إيجابية في مباراة مازينبي في بعض الأحيان ممكن الفرق الكبيرة تتعرض لكبوة ولكن كيف تستطيع أن تتخطى هذه الكبوة بصرة؟ ترجمة نانسي قنقر